اول حاجة كده night of cups تدا night of cups رومانسية في الهواء الحوت رومانسي وهادي وحابب احساسه رومانسية ده ويعني مستمتع دي حبه سوري ناسم حبه في حساسية كده ورقيق كده ويعني حاجة حاجة جنتي جنتي خالص ace of cups كمان بصوا في ميت الكوبايات دي بقى صحوة مشاعر بقى صحوة مشاعر بتسحى كده ممكن تكون علاقة جديدة او طفلة جديدة دي علاقة جديدة الحوت اللي لسه اللي مش مرتبط الشهر ده بصوا انا انا متأكده بإذن الله في حاجة خلص في علاقة جديدة الحوت اللي في علاقة يعني الحمدلله يعني كمان جات وعصافير بتطير وحاجة ما شاء الله ما فيش احلى من كده ده احتفال شكل العلاقة دي يا جماعة الجديدة دي اخيرها احتفال مخطوبة بإذن الله الحوت اللي مرتبطين فهم يعني ممكن يكونوا برضو هيحتفلوا بحاجة او فيه اجازة فلعين اجازة طيب تعالي استني استني تعالي باي باي في الشمس بتقول لنا ان الحوت الشهر ده عنده ناجح عنده سعادة داخلية مش عاب سببها ايه يعني هم يكونش في حاجة اتغيارك هو ممكن يكونش في ايه حاجة اتغيارك وهو فعلا مش هتغيارك لكن هو عنده احساس بالسعادة عنده احساس بالامان وان الدنيا قدامه واضحة مفيش عنده حاجة مستخبية يعني كل الامور ده مواضحة ومبهجة كده ومستمتع بوقته ومستمتع بحياته يعني حاجة بجد ماشاء الله والحوت بقى يا سلام علينا لما يستمتع انا بنضم الكارتة ده دلوقتي الحوت متوجه نحو الدين حابب يقرب من ربنا حابب يعمل شوية عبادات يعني عايز يعمل حاجة لربنا بيطلع حاجات لله عايز يعمل حاجة لربنا وممكن يكون زواج الحوت معاه مبلغ من المال ومحتار يعمل فيه ايه انا المبلغ ده قليل وهو مش عارف يعمل بيه ايه لانه لسه ما وصلش للهو محتاجه فمحتار لو دي الكيس استنى شوية يا حوت وجمع معلومات ويشوف اولوياتك او هو من عايز اجيب حاجة ومعهوش فلوس ها فم عايز بيفكر هيدبرها مين? ثانت اه تيه بقى حاجة لما بيكلم بقى باي تتكلم في شغل الحوت اه من احيه مشايعه وجانبان ما بيهزرش في الشغل بيتكلم بجد بياخد قرارات مهمة وقرارات صارمة يعني الحود مسيطر في عمله يعني هو دلوقتي في مرحلة الشغل المبنيجي بقى بنتكلم في الشغل لا هو ما بيهزرش بقى في الشغل دلوقتي وبياخد قرارات مهمة وزي ما انتم شايفين كده القعدة بتاعته والبادي لانجوش بتاعته عاملة ازاي? لا مسيطر مسيطر تمامي فرص جديدة يحود بديلك وانت بتحسن استغلالها كرت اصفر منور كرت السحر ده مجيشن انت قادر يحود انك تحول اي شيء اا مش حل لشيء جميل اي شيء ملوش فايدة لحاجة لها فايدة انت عندك التالنتين اا وحت حتتميز في الموضوع ده جدا الشهر ده وحتتدي تبع السحر بتاعته معاك عصى سحرية معاك كل حاجة معاك الكباية ومعاك العصى ومعاك السيف معاك كل حاجة خبر حلو بسم الله ما شاء الله خبر حلو حيرفع من حالتك المعنوية جدا واعد مسيطر نيه بقى لك شوية واللي هو ايه بسس الاسلامة كده ويعني فيش بعد كده بسم الله ما شاء الله عايز تقوم بخاطوة انتو كترتوا ليه كده النهاردة عايز تعمل خاطوة بس اا ازا عما تفكر التوابة بتاعتها يا ترى هيحصل ايه الكارت ده برضو بيقول لك جمع معلومات جمع معلومات يعني ما تتسرعش وجمع معلومات بلاش احساس الفرحة اللي عندك والثقة بالنفس اللي عندك دي تخليك تاخد خطوات متسرعة ممكن تيجي معاك بالعكس استنى شوية مساء الفل يا مونيرة اهلا بيكي اهلا بيكي حلخص القرية الحوت في عنده احساس بالرومانسية ما شاء الله ويعني لا احساسه مرهب هو في الطبيعي بتاعه احساسه مرهب بس ممكن احساسه مرهب بالزيادة شوية الوقت ده علاقة جديدة ما شاء الله او ممكن يكون مولود جديد للحوت المهم انه بإذن الله ما شاء الله في الحوت قلبه فرحان من جواد فعلا فرحان وفي احتفال كمان ده خطوبة للناس اللي لسه على وشك الخطوبة العلاقة دي شكلها تقلب خطوبة الناس اللي مرتبطين هيحتفنوا بحاجة او طلعين اجازة في شمس الصحة ما شاء الله حلوة جدا يا فوت الوقت ده وفي نجاح وفي سعادة وفي امان بسم الله ما شاء الله في هنا التوجه نحو الدين تقريبا الحوت بيشكر ربنا على الحاجات الحلوة اللي عملت دي له دي وعايز يعمل حاجة ويشكر ربنا فابتدى يعمل عبادات انا الاحساس ده جايلي ويقاله فترة فعلا ويعني عايز اعمل اي حاجة عايز اقول ربنا شكرا بجد بس احنا بنقول شكرا طبعا بالحمد لله وبعبادات فعن عايز يقرب من ربنا في هنا مبلغ مالي انت محتار يا اما تدبره منين يا اما تعمل بي ايه استنى يحوت وشوف اولوياتك في الشغل ما شاء الله مسيطر بتاخد قرارات مهمة عقلك ذهنك صاحي يقز مفيش بعد كده يعني مش حد يعدل عليك ليه ويذهبات ويعدل عليك والله يا بيبا يعني مش عارفة ممكن المجموع دي مش ماشية معيك استني شوي الساحر فرص كتيرة بتديلك يحوت وانت قادر تستغل لها كلها وتقلب اي حاجة ضدك تقلبها لصالحك خبر حلو كان مستنيل حوت وان شاء الله جاي له الفترة دي حيزيد وسعادة وصيقه بالنفس ويعني الدنيا مش سيعادة بسم الله ما شاء الله خطوة هو على وجهك ان هو يعملها بس عمال بيفكر ايه التوابع بتاعتها هتأثر عليه بايه يحوت جمع معلومات واستنى شوية يعني بلاش تسأل قلبك لفترة دي لان قلبك ما شاء الله والحمد لله يرم دايما سعيد فحيصور لك دايما ان الدنيا حلوة قوي اه اعمل اعمل عشان انت حالتك دلوقتي كويسة استنى لو انت على وجهك تاخد قرار مهم يعني تقنى شوية تقنى شوية انا مش حوتش قراءة بالحلوات دي باذن الله يا نطيفة ممكن ان ترحنين ان شاء الله ترحن قول قريب جدا سلمة انت الوحشاني جدا وحوت زيك ومموتين فيه وقراءة ما شاء الله تعفى بجده يا حجيمة قلية شايدين الحتان وحلواتهم يعني بجد قراءة يا ربنا يعني يا ربنا يبعث لكم كل حاجة شفتها باذن الله يا رب باشكرك يا ام خالب جدا جدا انا هاتيها واتمنى افرح ان شاء الله لا باذن الله يا زهرة يا رب خليك يا مارو صحيح تمام يا رمضان قويس جدا الله الله بسم الله ما شاء الله في المضموعة اتمنى مجانية حاضر يا جهات باذن الله الادمند حيشوفو دلوقتي افرح حد اعمال شير ومسو الله حنقرأونا والله كده باشكرك جدا يا خالد شكرا 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 طب تعالي نشوف الحالة عاطفية مع اني يعني اا اعتقد انه الاغلبية ان الحوت حليتهم كويسة بس تعال نشوف برضو الحالة عاطفية عشان يبقى غطينا الحوت مظبوط اكيد مش كل الناس بحالة الفضيعة دي ايوه اهو 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 لا اله الا الله لا اله الا الله اهوهلا لا حول ولقوة اله بلانا علنا عزيزي اهوه طيب. بصوا يا حو. واضح ان القراءة دي اللي كانت العامة دي كانت للناس اللي في علاقة دي. فانتكلم مع الناس بقى اللي في علاقة قرية. الحوت عايز ايه؟ الحوت اما خايف من شبته او هو خايف من حاجه تخص شريكه نفسه يتحرر يعني هو نفسه يتحرر. لا هو فعلا نفسه يتحرر. هو حاسس ان هو مربوط بسلاسل مش عارف يبدعني الشريك. نحن ما كان بقى الشريك كويس او وحش فهو مش عارف يبدعني. اه وصل ان هو حاس ان هو قد من شريكه ده ومش قادر يبدعني. اه بس يا حوت انت مش مربوط بسلاسل ولا حاجه. لو انت شايف ان العلاقة اه مش تمام بالنسبالك. فانت ممكن تبعد على فكرة عادي السلاسل المفتوكة. اه او ممكن يكون الحوت عنده حسد. اما هي مخاوف والحوت محتاج حاسس ان هو عايز يتحرك وياخد خطوه بس حاسس ان هم تكتفت ومتربط. اه او زي ما قلنا انه ممكن يكون في حسد. شايفش ايكو ازاي? معرفش بيتكبر عليه? ممكن يكون بيتكبر عليه. شايف نفسه عليه. اه لما بيعمل الحاجة بيعمل هالو وهو ايه? خد ما تقركنيش. عارفيني هو خد خلصني من ذنك. كأنك تشهت منه. فاهم قصلي? اه not good not good. الطاقة. الطاقة فيها جمود حالة الجمود. مفيش حركة. لا انت ولا شيك بتتحركوا. اه. الشريك عايز ايه? اه. الشريك اما ان هو لو فرضنا ان الشريك رجل فهو عايز اه الانسة بمعنى الانسة. اه ممكن يكون عايز حمد تاني ان يجي اه بابي تاني. اه ممكن يكون عايز حب غير مشروط يعني. بس اما انا اعتقد يا حوت ان انت بتلبي الحاجات دي كلها. اه. يمكن الشريك حسس ان هو مش مكتفي. ان اللي انت بتعمله ده بالنسبة له مش كافي. اه. اه. نفسه في ايه? انا مش فاهمة هو ايه? نفسه يملك العالم ولا ايه? ايه? ايه الموضوع? يعني هو عايز قوة غير طبعية. عايز يكون ليه عليك سلطرة. وسلطة مطلقة. يعني ما فيهاش بدال. شايفك ازاي? شايفك اه مركز في حاجة قوي قوي. محتمى بحاجة جميل جدا. ومهمل لحاجة تانية. مش مديها نفس الاهتمام. يمكن ده يكون الشريك. يعني انت يمكن تكون مركز بحاجة تانية حوت وهابل شريكك. راجع نفسك. يعني انا بفكر معك بصوت عالي. يمكن يكون ده. اه. هعمله ومركز بحاجة تانية. اللي بيحصل دلوقتي فيه طاقة ظلم. فيه حد وقع عليه ظلم. الحوت. اه. ابتكر ان الحوت اللي وقع عليه الظلم حس ان هو الظلم. اه. وانه شريكه بيفتري عليه او اه. يعني. دي ثلاث تكله. فيه حاجة مش مزبوطة يعني. بعدين شايف حالة اعتمادة على النفس. اه. بمعنى انه اه. طبعا مش هياخد مش عايز تديني مشاعر مش عايز منك مشاعر خلاص. اه. شكرا. اه. او ممكن تكون اعتمادة على النفس حتى من حالة المادية. بعدين الموضوع هيبقى متقلب يعني طالع ان يزل شوية يبقى كويس وشوية يبقى وحش. طبعا دي مجموعة من الحوت. مش مش بطلع صالة خالص. اه. شكرا يا ننوسا. مرسيح ابنتي قوي على النصيحة الحدوية. اه. بس انا شايفة برضو ان فيه مجموعة الحالة العاطفية عندها كويسة جدا. بس اعتقد انا منت اكتر ان دول يكونوا علاقتهم جديدة. خلينا لخاص القرية بسرعة. الحوت محتاج يتحرك. عايز يبعد او عايز. حايز يعمل اي خطوة. هو خايف مش عارف ياخد اي خطوة. حاس ان هو متكتف بسلاسل. اه. شايفش ديكو ازاي بيجب عليه. يعني مش بيقول مش بيديلو الحاجة بنفس. ومش يعني عارف لو خد وخلاص وخلاصني. الطابقة ما بينكم فيها جمود. حالة جمود. مفيش مفيش حركة خوالص. كل واحد سبق مكانه. ده صحة زوجي دي. على طول مع النقايز دي. ينتقدني على طول. لا 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 بقولك ايه ينتقدك على طول ده ده انا عادي دي. ده الرجل مصري قصيل لازم ينتقدك. مال هيعمل ايه؟ هيساني وقته في ايه؟ آآ الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز شكل الانسة اللي هو زي ما يقول الكتاب. او حب غير مشروط او مولود جديد زي ما قلنا. نفسه يوصل لمرحلة من السيطرة عليك. آآ او او التحكم فيك المالة نهاية يعني سيطرة غير طبيعية. شايفك ازاي شايفك مركز مع حاجة على حساب حاجة تانية. الحوت حاسس بزرم ووقع عليه ابتدى يعتمد على النفسه آآ ماديا او او عاطفيا آآ بعدين في حالة عدم استقرار في العلاقة شوية شوية كويسة وشوية دي الحالة العاطفية بتاعت المجموعة الاولى صح جدا كلا مكسح ونجوزي فيه دموت فعلا تبا ونحوط وحوط كده بردو كده بردو يهبى نفس الموضوع. يعني اكيد في واحد فيك هو واقع في المنطقة دي. يا انجل بشكرك يروح قلبي انه وراني انت باهل الجزائر. يا حبيت يا شايمة رباني يخليك بيعنيك اللي حليميني يروحي بسك. مش اكتر من كده. يا فايت المرسي حبيبت قلبي. بشكرك جدا. بصي انا مش عارف اقولك اسمه ايه. يعني انا عملتوا نفسي في البيت اسمها ثلاثة. واسمه تجبا اشقر رمادي. بس لان ما قلت لكم سوريا ولاية حنتكلم في حاجة بخصوص الصبغات. اللون بيتأثر باللون الاساسي اللي بتحت. يعني لازم يبقالون بتحت الفاتح علشان تصيل الدرجة اللي انت بديليها بالزبط. جهاد انا بعمل فيك. نفوق الجمود ازاي. حلو السؤال ده يا مايا. نفوق الجمود ازاي. نفوق الجمود ازاي. نفرفش. نفرفش شوية. يعني. مش عارف اقول لكم ازاي يعني. نفرفش شوية. يعني. حاول الضحك يا جماعة. الضحك لما بيقفل بيت صراحة بغير الموت. يعني. انا مقتنعة بحاجة. ان حتى الامهات. ما تسعيش انت تكوني ام. اولادك مضاف. ولادك صحيين. ولادك برياضيين. ولادك شكار في المدرسة. ولادك كلك واحدة عمالك. وكل ده بضغط. بقى تضغطي على نفسي. وبضغطي عيواتي عشان عايزاهم يبقوا بريفكت. بيتك زي الفول اكل. زي الفول. كل الحاجات دي زي فول. كل حاجة. ستار ستار ستار. مش انت عامل المبهود رهيب. لكن مش سعيد. فيعني بيقول لك. انا مثلا عندي انا كنت ماشي بالسيستم درس الحمدلله زبطت من نفسي. المهم يكون البيت سعيد. مش لازم يكون نظيف. مش لازم الاكل يكون مامية. مش لازم الولاد تبقى مابطاع الكتب. المهم يكونوا سعادة. فاتحكوا مع بعض. وخد الدنيا ببساطة. وانشروا البحجة كده في البيت هتبقى الدنيا والله هي احلى كتير. ما تريقيش نفسك اقصد انك توصلي مرحلة الكمال في الزوجية او في الامومة. اسعدي اسرتك. بس دي هتكون احلى احلى بكتير وفي لها ذكريات كمال لما بيكبروا ذكرياتها احلى بكتير. تعال نشوف بقى المجموعة التانية. اهلا بيك يا محمد نورنا. اهلا بكتير يا حياتي يا حياتي انا. انا بجد في حد بيفرح المشابهي. يعني ده حلم يا ماما انت تحكي عن حلق. اه ثنانية ملوس. ما شالك بس كيه زل ما بيقى علي احنا الاتنين من بره هو جادي. اه طيب من بره تكتفوا بقى. حاجة من بره هو اللي بيزعلك ولا حاجة. ربنا هي هنيكوا ببعد حبيبي. تكتفوا واقفوا واقفوا جنب بعض. ان شاء الله تعبوا الموضوع ده. دي كله ده انا اكسح وصوص انا ما استحنوا بحسب والمالس كل حيض وانسان. باشكولك يوم ميد وقوي قوي. طيب. يلا هناخد بقى المجموعة التانية. انا منطبق عليها الاولى على فكرة. هنالقول لهم انطبق عليها جدا. اه المبعد تانية تتدي من واحد لحد عشرة مارس. لا 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 معقول. معقول. لا ما صدقش. لا والله. لا 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 لا. اوكي. لأ الحوت اللي يا جماعة بصوا عمليا وفي الحياة يعني لأ بسم الله ما شاء الله لقوة شئلة جدا. زي المجموعة الاولى برضو فرص الحوت بيحول زي اللي قوله الرمل الذهب يعني حاجة ما حسبتش. عنده كمان طاقة من الثقة بالنفس والانش حاجة ما عرفش عاملها. بصوا كلمة دي ما فيش حاجة ما عرفش عاملها. ايد في الارض و ايد في السماء. معايا كل حاجة. معايا كوبات. يعني معايا العق. معايا كان برضو مستنيه. حاجة حلوة كان مستنيها. في هنا عمل جديد للحوت. الناس اللي ما بتشتغلش. في عمل جديد الناس اللي بتشتغل ممكن يكون عندها زي التدريب. او هيغيروا يروحوا من دي بارتمنت دي بارتمنت تانية. اه. وشتلاح كده فيها ترقية. اه. او الله يشكلها فيها ترقية. في هنا علو شأن للحوت دي على درجة. الناس بتهمين. اه. في حالة فخر وسعادة. ويعني بسم الله.